السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيارات بتصرف وجبات بتصرف سفريات بتصرف معسكرات بتصرف تذاكر طيران صح الجزايا الاندية في الدوري طيب مش مفروض النادي بيبقى عايز يستثمر لاعب مثلا يحترف في الدول العربية لاعب يحترف في مصر يعني مصر عندنا مثلا الاهل والزمالك وبرامنز اه لا بيدفعوا ادفعوا زي اوروبا يعني المحترفين في تونس وفي المغرب بيجوا عندنا في القرب بياخدوا اكتر فلوس اه واعلى راتب وكمان لما بيمشوا من الاهل والزمالك بيروحوا اندية كبيرة في قطر في السعودية وده احنا شايفهم طيب الاندية قطر واندية السعودية لما بيجي ياخدوا نجم مثلا زي ساسي او بن شاركي او اي لاعب كان في وريد ازارو اه امير سعيود مشي من الاهل راح السعودية بقطر ورجع في الدوري الجزائري وراح تاني علشان الدوري بيبقى متشاف الدوري بيتشاف باللغة القرآن احنا اللغة بتاعتنا العربية هي لغة القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزهب ورجع وراح واختفى اللغة العربية فانا النهاردة في مباراة لمولدية الجزائر تقريبا مع نادي اسمه نجم مقرة او نجم يعني ما عارفش انا بنطقه صح لا اسمه نجم مقرة فتحت القناة الجزائرية لقيت القناة التانية الجزائرية جايبها بالفرنساوي ايه هدفك انك تزيع مباراة جزائرية في الدوري الجزائري بالفرنساوي هل انت هتبعي اللعبة دي في فرنسا مرة واحدة ولا تروح نادي كبير هنا بيلعب بطلاط افريقيا الاندار كبيرة فيه لعبة في الجزائر شفناها كتير في تونس وشفناها زي بليلي ابتدا في تونس فيه لعبة كتيرة راحت المغرب الوداد والرجاء الجزائريين وطلوا على فرنسا انا ما عرفش انت بتعمل الدوري هدفك ايه انا القناة التانية مش هام حاجة انا راجل ما بعرفش فرنساوي واغلبية الناس اللي في الوطن العربي اللي انجليزي بتاعها مقصر والفرنساوي كومنتا بلتي الحاجات اللي هي الفرنساوي اللي هي العادية من بفهمش فرنساوي اه مش فحولت فجبت كنار ربعة واحد ما بسمعش منه الاسام العربي بس لغة او هي لغة او لغة ما بينهم بس انت عايز تسوق اللعبة دي انا الدوري القطري لما ساسي في الزمالك عايز يمشي جابوه ليه عشان هما شافوه شافوه في الزمالك ساسي المزيعين عندنا في مصر احنا عندنا لغات كتيرة في الصعيد كذا لغة ما تفهمهاش بس لما بيجي زيع مباراة في الدوري المصري مزيع بيتكلم عربي الكرة مع محمد ابوتريكا ابوتريكا يلعبها طويلة اعمد متعب اعمد متعب اعمد متعب كان في الشرقية وهو صغير بنفهم اللعيب ده تاريخه ايه باللغة اللعيبة اللي كانت في غربة وراحت الدول العربية ابراهيمي وبغداد بنجاح بليلي لفه الدول العربية خدهم امير سعيود راح السعودية بنان عن ايه عن عرفوهم شافوهم في البطولات يعني انا لما هجيب لاعب من دوري اوروبي انا مش محتاج اسأل عنه هجيبه في قطر الدوريات دي اعلى فهجيبه لكن انا عشان اخد لعب من الجزائر لازم اشوفه كويس من الدوري الجزائري لازم اشوفه كويس وعندنا النهاردة الوداد الترجي النجم عندنا في مصر 3 اربع عنده بيدفعوا نادي الاهل ونادي الزامج دفعوا بالاربعين مليون والتلاتين مليون في اللعيبة فالنهاردة لما حضرتك تيجي اشوف مباراة النهاردة القناة التانية جايبها بالفرنساوي والقناة القناة اللي جايبها بالفرنساوي والله يفاهم فاهم الكلام كلام ما فهم شوي انما اللغة القناة الرابعة وتيجي بالعوف انا انا مش فهم ده انا والله عايز اركز حتى قناة العربي باختصار قناة دي اكبر قناة بتزيع كاس العالم وتاخد حص لكاس العالم وأوروبا المحللين ايه المحللين بيتكلم عربي ابو تريكا بيتكلم عربي الدكتور مش عارف بيتكلم عربي طرق ده بيتكلم عربي كله بيتكلم عربي كله بيتكلم عربي عشان هو لغة العالم كلها القناة دي لو اللغة مثلا بتاع الجذار دي هي الافضل اللغة على عنا وعلى راسنا لكن انت بتعمل تسويق انت بتعمل تسويق للدوري المعالكين في البنسورت كلهم بيتكلموا لغة عربي حتى جزائري حافظ دراجي بيتكلموا عربي بيتعس انهم مصريين اللغة بسيطة ونسمع انا يعني مثلا عايز احل المباراة دي ومجاهز نفسي القناة التانية فرنسي القرار الرابعة مش فهم اي حاجة مش فهم اي حاجة بيتكلموا اسم عربي يا اخي ده انت اللاعب اللاعب اسماعيل بالناصر سعيد عرب احنا عرب اتكمل بقى اللغة عربي اكملها عربي اللغة بتاعت البلاد احنا عندنا اللغة النوبي في مصر وعندنا اللغة الصعيدي وعندنا في اللقصر وعندنا اللغات لو واحد اتكلم قدام انا مش هفهمه بس المطاط لازم باللغة العربي علشان اقدر اسوى اللاعب انا دلوقتي مثلا اعجبني لعب مثلا في موليدية الجزائر او العاصمة او شباب بلوزداد اعجبني انا سمصار في الامارات مثلا سمصار في قطر سمصار في الكويت سمصار في سعودية دوري قوي انا عايز انا عايز اجيب لعب احاول انا ما اعرفش هو فيه انا لو دورت عليه في الفرقة ما اعرفش هو فيه طب انا مش فهم حاجه يبقى انا كده انما لو واحد بالعربي يديها الامير السعيود يا سلام يا امير لعب تمر مطشاط لغد دلوقتي مسجل عشر مطشاط سمصار اروح اشتري باعرف المعلومات مهم جدا في كرة القدم كده في كرة القدم مهم جدا انا ما اعرفش الناس بتفكر ازاي ما اعرفش الناس بتفكر ازاي بجد والله يعني اللعيبة المحترفة في قطر كلهم الجزائريين هل قطر جابتهم الدوري الجزائري لا اسمهم كبير قوي بقى لعبوا في الامارات والسعودية واوروبا وخلاص راح مجايبينهم في قطر جابوهم ازاي في قطر سمعوا واعرفنهم في البلد لكن عشان اجيب واحد من الدوري الجزائري انا هاعرف معلومات عنه ازاي هتفرج على المباراة واحد بيكلم فرساوي القناة الستة الوحيدة المزيع زي كاس العرب منتخب الجزائر في كاس العرب 17 سنة المزيعين فاهمين انا فاهمهم بيكاتب الحارس اسم محماش عبد الحق نمر المساك بالقيدة فص الملعب مسلم مش عارف الشفعي مش عارف عبد المجيد من المزيع معلق انا جبت منين الاسامي بتتقال فبكتبها انما انا مش فاهم حاجة في المطش المطش مزيع على قناتين قناة تانية بالفرنساوي اه وقناة اه الربعة معرفش انا يعني في الاخر لو هاعد اتفرج على مطش بالفرنساوي هقولهم بونا بتي يعني بالعنة والشفا وامش واسبوه معرفش انا هنفسي حل المطشات الجزائر بس بالشكل ده كده لأ ما صعب انما قاعد على مطش مش عارف اسامي اللعيبة ولا عارف الراجل بيقول ليه في الميكروفون انا يلا سلام عليكم